اهلا وسهلا اداء ايجابي اسبوعي لمؤشر الدولار قرب مستويات 102 بينما تداولات الذهب عرضية بين مستويات 2015 و 1970 افرجت الاقتصادات الكبرى عن بعض البيانات الاقتصادية في جلسة الاسبوع فاتباطئ التضخم في استراليا على اساس سنوي لمستويات 7% من 7.8% قد تعطي بعض الاشارات لاستمرار بنك استراليا بالتوقف دور التجديد السياسي النقدية بينما تباطئ النمو الاقتصادي في امريكا للربع الاول من العام الحالي الى 1.1% من 2.6% للربع الرابع من عام 2022 كما نمى الناتج المحلي الاجمالي في اوروبا بمقداره 10% تراجع النمو الاقتصادي اشارات سلبية لكن بالمقابل ستعطي البنوك المركزية الوقت لمتابعة تأثير سعر الفائد على النمو الاقتصادي بينما ترك بنك اليابان سعر الفائد بدون تغيير مع عدم الاشارة لتوجيهات لسعر الفائد المستقبلي اشار الى مراجعة طويلة الاجل للسياسة قد تفتح المجال للتوقع بأنه بنك اليابان قد يلجأ للتفكير بتعديل سياسة النقدية في المستقبل في حال ارتفاع ارقام التضخم طبعا تنتظر الاسواق عدد كبير ومهم من الاشارات الاقتصادية في جلسة الاسبوع القادم بكل تأكيد مع الاهم هو اجتماع الفدرالي الامريكي من متوقع رفع الفائد بمقدار 25 نقطة اساس لكن المهم معرفة توجيهات الفدرالي المستقبلية للسياسة النقدية بشكل اكبر من القرار نفسه كما ستترقب الاسواق من امريكا تقرير الوظائف ولمتوقع ان يشير الى اضافة 180 الف وظيفة كاشارة مهمة لبدء التأثير السلبي على تقرير الوظائف من استراليا قد يترك بنك استراليا الفائد بدون تغيير عن مستويات 3.6% مع تباطئ ارقام التضخم مؤخرا بينما بنك اوروبا قد يتجه لرفع الفائد بمقدار 50 نقطة اساس لمستويات 4% ننتقل للتحليل الفني لجلسة الاسبوع القادم نبدأ مع تداولات الذهب تداولات الذهب لا تزال عرضية في الفترة الاخيرة من بداية شهر ابريل تداولات عرضية بين مستويات 2015 الى مستويات 1970 تقريبا تداولات الحالية داخل نطاق القناة الصاعدة صمود واضح لحتى الان للحد السفلي للقناة الصاعدة مع المتوسط المتحرك 200 على فريم الاربع ساعات على ما اعتقد بان تداولات الذهب قد تميل الى تداولات سلبية في حالة كسر الحد السفلي للقناة الصاعدة مع اغلاق اربع ساعات ادنى مستويات لألف وتسعمية وسبعين لاستهداف مستويات لألف وتسعمية واثنين وخمسين مع بعدها مستويات لألف وتسعمية وخمسة وتلاتين لتداولات الذهب بينما صمود الحد السفلي للقناة ثم اختراق الخط الهابط على فريم الاربع ساعات قد يدفع الذهب لتداولات صاعدة نحو مستويات 2012 ثم مستويات الالفين وخمسة وتلاتين للتذكير يوم الاربعاء اجتماع الفدرالي الامريكي ونتوقع عرف اسعار الفائدة 25 نقطة اساس بالتالي نبرة الفدرالي الامريكي نحو تجديد السياسة النقدية او سعر الفائدة النهائي سيكون الفيصل فيما لو شدد الفدرالي الامريكي على إمكانية نهاية دورة تجديد السياسة النقدية مع عملية رفع الفائدة الأخيرة في اجتماع شهر مايو فإمكانية ضغط السلبي على تداولات الذهب ممكنة فيما لو الفدرالي لم يشير إلى تخفيض اسعار الفائدة مع نهاية العام الحالي تداولات اليورو اليورو أيضا اجتماع بنك اوروبا يوم الخميس كما ذكرنا في التقرير الأساسي إمكانية الضغط السلبي على اليورو تداولات اليورو مع استمراره أدنى مستويات 11.70 إمكانية الهبوط نحو مستويات 11.870 ثم 11.800 الفيقر فيما لو طبعا جاء قرار البنك اوروبا برفع اسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس فقط في اجتماع يوم الخميس اليون الياباني في يوم الجمعة كان اجتماع بنك اليابان وأقر بتثبيت الفائدة ولا يوجد إشارات لحتى الآن لتعديل السياسة النقدية بشكل كبير فالضغط الإيجابي على زوج الدولار الأمريكي مقابل يون الياباني واردة مع استمرارية تداول أعلى مستويات 134.80 لاستهداف مستويات 137.75 ثم 138.90 الدولار الأسترالي كذلك الأمر اجتماع يوم الأربعاء بالنسبة لي أو ثلاثاء بالنسبة لي الدولار الأسترالي أو بنك أستراليا إمكانية تثبيت أسعار الفائدة واردة نبرة لحتى الآن حمائمية بالنسبة لبنك أستراليا لعمليات رفع أسعار الفائدة التوقف لحتى الآن وارد جدا فلذلك الضغط على الأوزي وارد جدا بثبات التداولات أدنى مستويات 66.60 لاستهداف مستويات 65.50 كمستهدف قريب ثم مستويات 63.60 بالنسبة للدولار الأسترالي النفط خام غرب تيكسس إغلاق كامل للفجوة السعرية مع فجوة السعرية لأوبيك بلس مع تخفيض الإنتاج لحتى الآن ثبات التداولات أعلى مستويات 72.60 لبرميل خام غرب تيكسس قد يدفع الأسعار لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات 79.90 كمستهدف أول ثم 83.50 على المدى المتوسط نختتم مع مؤشر داوجونز مؤشر داوجونز لا يزال حتى الآن بميل صعودي في آخر جلستين تداول استمرارية تداول أعلى مستويات 33.500 قد تدفع الأسعار لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات 34.290 ثم 34.590 كمستويات للمقاومة بينما المستهدف الأبعاد قد يكون عند مستويات 35.275 بالنسبة لمؤشر داوجونز تداولات موفقهم تقاعدم غير قد يكون للمقاومة من مستويات iese اعطاء تقاعدم عام هة اليفقى موسيقى ما اي اديو ما احيانك αν ترجمة نانسي قنقر